كلمك صراحة شديدة والسؤال ده بسأله لك ليه اتحاد كرة اليد المصري مختلف عن أي اتحاد في مصر بنتيجه بإيجابياته الكتيرة موجود فيه سلبيات 100% بس لازم نقول إن إيجابياته أكثر كسيراً من السلبيات ليه من وجود نظر كابتن موحي؟ أقول لك الحقيقة؟ عايز أعرف عايزين نعلم الناس عايزين نقول للناس عايزين نقول كل اتحادات المصرية يا جماعة شوف اتحاد المصري عمل إيه لكرة اليد عشان منتخباتنا كلها تروف حتة تانية وصلنا لغاية الرابع بالأولمبياد يا كابتن موحي ده شرف ما بعضوش شرف بصك كابتن خالد بفضل انت عايزي الحقيقة أي وطبعاً 100% باشي في ميراس اتحاد كرة اليد حلوة ايه ميراس دي عجبتني عن طريق دكتور حسن مصطفى جميل صراحة خلينا نتكلم بقى نعطيكوليزي حقه نحقه خلينا ندي ايه كل واحد حقوق الناس يعني طبعاً 86 عملوا بدأ يعمل دكتور حسن مصطفى المرتبط 86 فكده كويس جداً ومنتخبات مصر بدأت تطلع 16 أو 18 سنة تفضلك حط يعني دكتور حسن حط ميراس إداري وفني لكرة اليد انت بتتقوم مستدعي فجأة بتقوم مستدعي الحتة دي حصلة لكيه اه اللي عملوا كده كويس تمام؟ فحط ميراس إداري اي حد بيجي بيخش خلاص هو إن سيستام موجود خلينا نقول الكرة اليد مش فرد هي مؤسسة اللي بيجي بيضيف اللي بيجي بيضيف اللي بيجي بيضيف فهو ميراسة حط والناس كلها تقريباً ماشي عليه بتاخد في الحتة دي بتاخد دي يعني مثلاً سين باول تنمان أول لما جيه سنة تسعين تقريباً واحد في سنين جيه سنة تسعة وتمانين بالزبط تسعة وتمانين كابتن جمال شامس رحمة الله عليه كان متواجد هو وكابتن عاصم استعدين او كابتن ألف اعتقد كابتن عاصم استعديني كان متواجدين في المغرب في بطولة أفريقيا تمام أول حاجة طلبها لأنه هو ده إداية النقلة بالزبط دي حيئة تمام؟ أول حاجة طلبها إيه قالك أنا عايز أعمل تجمع أسبوعي من سنة كان من سنة تسعين تسعين تلاتين سنة بالزبط تلاتين سنة تجمع أسبوعي السبت وحد اتنين يمشوا ماشي للمنتخبات حضرتك حصلت حصلت وفي جنة حصل وفي الأجال اللي موجودة حصل لغاية دلوقتي حصلت من تلاتين سنة خلاص يبقى أنت حتى تسيستم ما يجيش بقى حد مساء يقول لأ ده أول مرة لأ ده من تلاتين سنة من اللي طلبه راجل خبير كان في كرة اليد ألماني طلبه من دكتور حسن مصطفى اتعملت تجربة نكحت فضلت ماشي كويس في حاجات تانية اتعملت ما نكحتش وخلاص طب خلينا نقف عبداللوقتي عايز أقول للناس بس حاجة مهمة جدا في النقطة دي هناخد من كلام كابتن موحي نقط عشان يعني بند خبرات اتحاد كرة اليد لجميع الاتحادات المصرية بقى لازم نعمل لكل اتحادات المصرية تعمل تجمع اسبوعي لمنتخباتها ده أكيد لأن التجربة دي نكحت مسلا منتخب بتاع حراك موليد سبعين كويس منتخب اتنين وسبعين ومنتخب اربعة وسبعين تلات منتخبات تلات جاندة غزي منتخب الأول دي حقيقة عبدية الموضوع قلق الله منتخبك فليس بقول إنه منتخب مرتهله لك برضو اه سبعين اتنين وسبعين أكيد اربعة وسبعين 789 كله بفراحة اللعiba كانوا قاسية في الموضوع اللعا ده غزي المنتخب الأول فترة كبيرة. دي حقيقة. نفس دلوقتي الفترة دي نفس الكلام. منتخب تمانية وتسعين. منتخب الفين. ومنتخب ستة وتسعين. او تمانية وتسعين والفين بالزبط. مغزيني منتخب الاول. هم. صاروا العيبة صاروا قومية طلعوا للمنتخب الاول. هم. بقى يادي مصرية. مزبوط. خلي بالك. اه. مش بقى يادي مصرية اختلف معاك شوية. طب سانية واحدة. النهاردة بديل فاني اسباني. لا لا. اه. هتكلم على الخمس مديليات اللي جون في تاريخ مصر وفترات العالم. اتفضل. كابتن جمال الشمس الله ارحمه. تلاتة وتسعين. اول. حالا كنت معه. اه. 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 طبعا. والوسام وكل حال. وسام. والجهورية طبعا. اه. تالت عالم. كويس. كابتن دكتور ساتس اه سليمان. تمام دي. موليد تمانية وسبعين. سبعة وتسعين تقريبا. موليد تمانية وسبعين. اه. كان تلت عالم اه شباب. تمام. اوكي. تلت عالم شباب مع كابتن طارق محروس. موليد تمانية وتسعين. مزبوط. ادي كده اربعة. تلاتة. ماشي. الفين مع كابتن مجد ابن مجد. اول ناشئين. كويس. الخمسة كابتن شوق غريب. اه. مع منتخب اه الفين وواحد.